كلنا في ظهركة رجالة انتوا رجالة وتستحقوا كل التحية وكل التقدير حتى لو كان هناك هفواد تحكيمية بالجملة وتعنوا التحكيمي ضد النادي الاهلي بالمناسبة عايز اقول لحضراتكم انه البيان لو سمحتوا اربعة طلبات عاجلة ده خبر طالع من النادي الاهلي اربعة طلبات عاجلة للاهلي من الاتحاد المصري او يعني النادي الاهلي بيطلب اربع طلبات من اتحاد الكرة ارسل النادي الاهلي خطابا ظهر اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم عبر فيه عن الكثير الذي اصاب الثوابت التي تحكم العلاقة مع الاتحاد في ظل الاسرار على عدم تطبيق اللوايح والالتزام بالقطر الادارية الصحيحة ووجود اخطاء تحكيمية تهدر العدالة بين الفرق المتنافسة وجاء في الخطاب ان النادي الاهلي سبقا وانقاما بمخاطبة اتحاد كرة القدم عشرات المرات على مدار السنوات الاربع الماضية بهدف ضرورة تطوير منظومة التحكيم والاهتمام بالحكام ومعايير اختيارها اختيارهم للمباريات حتى يتحقق العدل بين الاندية ولكن لا تزال الاخطاء التحكيمية ما بين قسين حكام الساحة وحكام الفيديو تلقي بظلالها على نتائج العديد من المباريات وكأن فترة السنوات الاربع الماضية لم تكن كافية لتصحيح الاوضاع وتطبيق معايير تحكيمية واحدة للتصدي لمن يحاول الحديث عن تحديد اتجاه سير المسابقة جاء في الخطاب أيضا أن النادي الأهلي أبدى مرونة شديدة على حساب لاعبيه المرهقين بدنيا وذهنيا ووافق على انضمامهم لمعسكر المنتخب الأخية بمواعيد خارج الأجندة الدولية في ضوء التزامات فنية وبدنية نتيجة محادثات تمت بالفعل بين الجهاز الفني للنادي الأهلي ونظيره في المنتخب وذلك حتى لا يتعرض لعابه الأهلي للإصابة وللأسف لم يحدث أي التزام بما تم من الاتفاق عليه وفقد النادي بعض لاعبيه لفترات منهم للإصابة وآخرون للإرهاق بعدما تعرضوا لأحمال زائدة خاصة وأن الأهلي خاض منذ بداية الموسم 15 مباراة في بطولة الدوري فضلا عن مشاركة في 10 مباراة رسمية إضافية بداية الفترة منها 4 مباراة في الدوري الإفريقي لكرة القدم وثلاث مباريات في كأس العالم للأندية ومبارتان في السوبر المصري ومباراة في السوبر الإفريقي ومعظم هذه المباريات 8 مباريات أقيمت خارج البلاد وأشار النادي إلى أنه طالب بضرورة تطبيق اللوائح بعدما تلقى خطابا من الاتحاد الكورة بتاريخ 4-1 20-24 أكد فيه الأخير أن على أن اللاعب الذي لجأ للمحاكم المدنية بحق لاعب النادي الأهلي حسين الشحات قد خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم ولائحة فيفا وبدلا وبدلا من قيام اتحاد الكورة بحسم الأمور وتطبيق اللوائح بحق المخطئ تفاديا للاحتقان الجماهيري وإثارة الأزمات فوجأ النادي بمسؤولي الاتحاد الذين اعترفوا بخطأ اللاعب كتابة يثيرون الجدل بإحالته للجنة الانضباط وعدم صدور أي قرار بشأنه حتى الآن رغم مرور أكثر من ستة أشهر على الواقع وتضمن خطاب النادي الأهلي أن النادي تم إبلاغه مؤخرا بعد إجراء قرأة كأس مصر بأن دور الاتنين وثلاثين سوف يقام بدون اللاعبين الدوليين وأن الأهلي سوف يلعب الألمونيوم أو سوف يواجه الألمونيوم يوم تسعة وعشرين مايو بملعب السلام في حين أن اتحاد الكورة بالأساس لم يرسل للنادي الأهلي لائحة البطولة قبل بداية الموسم ولم ينشرها على موقعه الرسمي وفي ذات الوقت لا يملك نصا بأي من اللوائح المنظمة للمسابقات الكروية معتمدا من فيفا يمنع أي نادي من الاستعانة بلاعبه الدوليين مصريين وأجانب من المشاركة في مباراة رسمية خارج الأجندة الدولية وتترك الخطاب إلى مرور عامين ولم يعلن اتحاد الكورة عن المسؤول الذي أخفى خطاب كاف والخاص باستضافة التنظيم نهائي دول الأبطال بالقاهرة موسم 2021 2022 وضع حق الأهلي بالرغم من التحقيق الذي أجرته وزارة الشباب والرياضة حين ذاك والذي كشف العديد من الحقاب وحدد النادي في ختام خطابه أربع طلبات من الاتحاد كرة القدم جاءت على النحو التالي رقم واحد تعيين حكام أجانب لمباراة النادي الأهلي التي سوف يقوم النادي بالإبلاغ بها لاحقا ويتحمل التكاليف المالية المطلوبة نظير ذلك وإعادة النظر في معايير اختيار الحكام في كل المباراة بما يضمن الحد الأدنى من العدالة بين الأندية رقم اتنين الإفادة بما تم اتجاه اللاعب الذي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد ولائحة فيفا باعتراف الاتحاد المكتوب في أربعة واحد عشرين عربعة وعشرين وأسباب عدم تطبيق اللائحة بشأنه حتى الآن رغم اختار الأهلي للاتحاد بلجوء اللاعب للمحاكم المدنية بتاريخ سبعة اتناشر عشرين تلاتة وعشرين رقم تلاتة موافاة النادي بلائحة كأس مصر التي تنظم المسابقة وما تتضمن من شروط وجوائز وجوانب تسويقية خاصة حال إقامة أي من مباريات البطولة خارج البلاد وكذلك بالسند اللائحي الذي بمقتداه لا يحق للاعب الأهل الدوليين المشاركة في دور الاثنين وثلاثين لبطولة الكأس رقم تلاتة الإفادة بالأسباب الحقيقية رقم أربعة أنا آسف الإفادة بالأسباب الحقيقية وراء عدم القيام بمحاسبة المسؤول بالإدارة التنفيذية للاتحاد الذي أضاع حق الأهلي وأخفى خطاب كاف الخاص باستضافة نهائي دوري أفطال إفريقيا عشرين واحد وعشرين عشرين اتنين وعشرين وفقا لما جاء في تحقيق وزارة الشباب والرياضة حين ذاك معاناة نادي الأهلي شرح هذا الخبر أو تم شرح هذا معاناة نادي الأهلي خلال الفترات السابقة منذ أن تم تخبية الجواب في الدرج زي ما دايما متفقين وما حدث في اللاعب الاتجه للمحاكم المدنية ثم ما يحدث مع التحكيم ضد النادي الأهلي والاستعانى بحكام أجانب خلال المباريات القادمة التي سوف يحددها النادي الأهلي ومحاسبة المسؤول عن الخطاب اللي كان مستخبي في الدولاب والله النادي الأهلي ده نادي كبير جدا لأنه في الوقت اللي بيحدث كل هذه الأمور للنادي الأهلي وفي الوقت اللي النادي الأهلي عنده كل هذه الضغوط اللي حضراتكم أرطوها في هذا الخبر النادي الأهلي عندما يطلب منه لاعبيه للأندي الوطنية للمنتخبات الوطنية أنا آسف لا يتأخر النادي النادي الأهلي أموره كلها كانت ماشية وبيحاول يماشي الأمور ولكن ماذا يحدث ليه بيحصل كده هل هناك اتجاه معين من حد في الاتحاد الكورة مش عايز النادي الأهلي ياخد الدوري مثلا إذا كان النادي الأهلي ياخد الدوري محدش عارف لسه على فكرة إذا كانت العدالة موجودة أمام كل الحكام أو أمام كل الأندية طب اللي يكسب في الملعب يكسب بقى إذا توافرت العدالة ولكن زي ما قهت لللقطة تاني زي ما قلت لحضراتك ضرب الجزاء بتحتسب هي اللعبة هنا يا جماعة هو فيه أبلغ من الصورة ومن الفيديو أمام حضرتك ها هو شايفين للمرة المليون بنزيعه الأول العليمين الشاشة دي بتاعة الأهلي والبلدية لم تحتسب ضرب الجزاء مع أنها خطف رجليه وبعدين فق ديه التانية نفس اللعبة بالضبط واحتسبت رجل الجزاء بعيدا على الأسماء الأندية يعني بحاجة غريبة جدا جدا معيار غريب ومعيار عجيب نتمنى أن يتم تلبية مطالب النادي الأهلي الأربعة الأول هو الاعتماد على حكام أجانب تعيين حكام أجانب للمباراة الأهلي التي سوف يقوم بتحددها خلال المرحلة القادمة وتحقق العدالة في بقية المباراة الإفادة بما تم اتجاه اللعب الذي خالف النظام اللائحة النظام الأساسي للاتحاد ولائحة فيفا باعتراف الاتحاد المكتوب في 4-1 أيضا موفاة النادي بلائحة كأس مصر التي تنظم المسابقة والمستند الذي استند عليه الاتحاد المصري في عدم لعب اللاعبين الدوليين لأولى المباريات موفاة النادي بلائحة كأس مصر قيام بمحاسبة المسؤول عن الجواب في الإدارة التنفيذية للاتحاد الذي أضع حق الأهلي وأخفى خطاب الكاف الخاص باستضافة نهائي دوري الأبطال أنا بس حبيت أن أقول لحضراتكم إيه اللي بيحصل وخبر جاي من النادي الأهلي هو زي ما حضراتكم شايفين وبنقوله لحضراتكم إيه اللي بيحصل داخل النادي الأهلي وسنظل دائما مساندين وداعمين هسيب حضراتكم مع أخبارنا أخبار البيت الكبير نطلع نشوف تقرير عن الأخبار المحلية والعالمية ومن بعد هذا التقرير فاصل ومن بعد الفاصل النجم الكبير كابتن ماهر همام ونجم الكبير كابتن محمد